لأن الدنيا لا قيمة لها عند الله سبحانه وتعالى أبدا ولذلك الله جل وعلا يعطيها من يحب ومن لا يحب ويعطي من يستحق ومن لا يستحق ويعطي المؤمن ويعطي الكافر وإذا قال الله تبارك وتعالى فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونععمه فيقول ربي أكرم وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا قال الله تعالى ماذا كلا هي ليس الأمر كذلك كلا ليس الذي يعطيه يحبه وليس الذي يمنعه يبغضه أبدا وإنما هذه الأموال ابتلاء من الله تبارك وتعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة ليست قضية محبة أن الله يحب من يعطيه المال أبدا ولذا النبي صلى الله عليه وسلم خير بإن يكون ملكا نبيا أو عبدا رسولا فاختار أن يكون عبدا رسولا صلى الله عليه وسلم والأمر إذن لا يقاس بهذه الطريقة ولذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ضعفه بعض أهل العلم حسنه آخرون والظاهر الله عنه حديث حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سق الكافر منها شربة ماء إذن الدنيا حتى جناح بعوضة لا تعدله وقد ذكروا أن البعوضة أخف ما فيها أجنحتها ويقولون إن لها ستة أجنحة فماذا يزن أحد أجنحتها ولا شيء فكذلك الدنيا عند الله ولا شيء وهنا ينبه الله تبارك وتعالى فيقول ولا تعجبك أموالهم وأولادهم أي ما يجمعونه من المال وما يفرحون به من الولد لا تعجبك أموالهم وأولادهم لماذا؟ قال إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا في حمايتها والحفاظ عليها والألم والهم والغم إذا خسر الديناء وربيح الديناء أو إذا عقه ولده أو كذا يعذبهم بها في الدنيا ثم ماذا؟ قال وتزهق أنفسهم وهم كافرون يعني يعذبون عليها بالدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون فلا تتعجب من هذه الأموال التي يعطيها الله تبارك وتعالى أولا الكفار وإذاك ماذا قال موسى عليه الصلاة والسلام يقول الله جل وعلا وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة في الحياة الدنيا ربنا ليضل عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم ويقول الله تبارك وتعالى لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمنافقون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا ما العونين أين ما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيله فإذا حياتهم ليست سعيدة حياتهم تعيسة فلا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا لنتحسب عليهم هذه السيئات فالإنسان إذا لا لا يتضايق إذا رأى الكافر عنده شيء من المال أو شيء أو كذا ورأى نفسه فقيرا أبدا لأن الدنيا يعطيها الله من يحب ومن لا يحب من كان يريد حرث الدنيا نؤتهي منها ومن كان يريد حرث الآخرة نؤتهي منها قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيباته من الرزق قل هي للذين آمنوا خالصة يوم القيامة الذين آمنوا أي مشاركة يعني في الدنيا تجد مؤمنا غنيا وتجد كافرا غنيا قل هي للذين آمنوا أي مشاركة مع غيرهم خالصة يوم القيامة أي لا يشاركهم غيرهم في الجنة أبدا الكفار مصيرهم إلى نار جهنم عذن الله وإياكم منها ترجمة نانسي قنقر